قطار الحروف فعلا يعني تزين الباصات بهاي الكتابات وهي الرسوم وأيضا شنال الباصات من جوة يعني تشجعنا مدرسة كأني مدرسة تماما حتى أفضل من الخيام برأي لأنه هي مكيفة وفي صفوف وأيضا في أدوات للتعليم حتى لو كانت طاولة زيرة لكن أكيد بتخدم الطلاب ونتعرف عنا أكتر أو عليها أكتر مع رعد العبد مسؤول التعليم نظمة أورنج هو معنا من جنديرس صباح الخير ويعطيكم ألف عافية صباح الخير للتلفزيون والتلفزيون السورية ولكل مشاهدين صباح الخير لكم نحكي أكتر عن هذه الباصات المتنقلة عدد المخيمات تم تخديمها بهذا الباص التعليمي الفعلا عظيم وأيضا هل لديك أرقام عن الأطفال اللي تم الحاقهم بهذه الباصات؟ حقيقة هذا المشروع كان استجابة لظروف صعبة مرفية قطعة التعليم بسبب الزلزال مثل ما نعرف بالنسبة للعداد المستهدفة في هذا المشروع نحن لدينا مشروع الوحدات المتنقلة يشمل حقيقة الباصات ويشمل أيضا شق آخر هو المعلم الجوال في الباصات والمعلم الجوال نستهدف عدد من الطلاب يصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف ومئة طالب هذا العدد طبعا يحتاج إلى مرونة في التعامل وفي الانتقال السلس من مخيم إلى آخر وطبعا الباصات أمنت هذا الانتقال وأمنت تقديم الخدمة التعليمية وأيضا خدمات الدعم النفسي بشكل لائق وبشكل محبب للأطفال من خلال الزيارات الدورية التي تكون فيها للمخيمات نعم إذن أكثر من ثلاثة آلاف طالب قدرتوا توصلوا لهم هل هذا العدد هو العدد الكلي لعدد طلاب المتسربين أم ما زالت الحاجة أكبر من هذه الباصات؟ بالحقيقة نحن بذلنا الجهد للوصول إلى أكبر قطاع ممكن من الطلاب ولكن للأسف الحاجة كبيرة جدا والأعداد التي تحتاج إلى خدمات تعليمية هي أعداد أكبر بكثير نعمل أنه يكون بتضافر الجهود الوصول إلى جميع أولا الأطفال أكيد أكيد لازم فعلا تضافر الجهود من كل الجمعيات لأنه هذا قطاع كثير مهم خاصة في ظل ظروف العمام الروفية الطلاب كيف تم تجهيز الباصات لتصبح أشبه بصفوف تعليمية؟ فعلا كده عم بحكي أنا ونور أنه من خلال الرسومات السبورة المقاعد الصغيرة كله مؤمن نعم صحيح طبعا أستاذي مثل ما بتعرف يعني نحن بالبداية حابين نقدم خدمة تعليمية ولكن في ظروف الزلزال وكذا في صدمة ما بعد الزلزال يجب تكون هذه الخدمة تقدم بطريقة تجعل الطالب يحب الوصول إلى هذه المركز التعليمي طبعا الطلاب يعني كان عندهم تجربة بالمدارس ربما صعبة بعد الزلزال يعني المدارس تضررت كذا فصار الطالب ممكن يكون عنده فيه عائق للذهاب إلى المدرسة بسبب الخوف من الزلزال كذا فنحن حبينا يكون هذا الباص بيأمله نوع من بيئة آمنة ومحببة لحتى تستطيع جذبه إلى التعليم طيب ذكرت منه شوي أنه الباصات عم تجي على هاي المخيمات بشكل دوري هل تقصد أنه في أيام محددة بتجي عليها ولا هي بشكل يومي مثل باقي المدارس ومعاملون معاملة الطالب يعني بالعطلة في عطة وبشكل يومي وساعة محددة نعم طبعا نحن كان مهم جدا الوصول إلى ما يسمى بالروتين اليومي للطلاب الحفاظ على الروتين اليومي يأملهم نوع من الاستقرار النفسي فكان الخطة التدريسية تحقق هذا الأمر من خلال أنه الساعة كذا الباص رح يوصل أنا عندي درس داء بهذه الساعة هذا الروتين بريح الطالب يجعله يعود لمرحلة ما قبل الزلزال يعطي شيء من طمانين من راحة تماما صحيح حلو طيب يعني هل في استمرارية طبعا نأمل أن يكون في استمرارية أكيد لهذا المشروع لا إمتى هل إذا مدى محددة أم أنتم مستمرون بدأ هذا المشروع بعد الزلزال مباشرة كاستجابة للآن نحن مستمرين لكن نأمل أن يكون مدة المشروع أطول لأنه بصراحة يعني فيه كثير من الاستجابة الفعالة والتفاعل الإيجابي مع هذا الأمر سواء من قبل الطلاب أو حتى من قبل الأهالي أنفسهم يعني يوميا نحتك مع هؤلاء الأهالي مع الطلاب فصرنا وين ما نروح يعني يسألونا إمتى يجي الباص وإمتى يبلش الدرس وكذا هو مثل ما ذكرت يعني الطلاب كتير حابين هذه القصة ونحن أكيد يعني في مجال التعليم كتير بشكل عم يسد طلابنا أنه كل منطقة عم تدرس منهاج محدد بكل منطقة أيضا يعني عم تنتظر دورها حتى تجي عليها الباصات البعض عم يجي عليهم مدرس متجول واختلاف الأساليب أكيد هي يعني بالضرط طيب لكن مثل ما قالت هي يعني وسيلة حتى منع انقطعهم عن التعليم ذكرت أنه بتتمنى الاستمرارية طيب شو هو اللي بيكون عائق أمام هذه الاستمرارية مين عم يمول هذا المشروع حاليا هذا المشروع هو مبادرة من منظمة أورانج بالتنسيق مع مديرية التربية في غصن الزيتون وأيضا في منطقة جنديرس طبعا نحن نأمل أنه يمتد هذا المشروع ليخدم أكبر قطاع ممكن من الطلاب والحاجة موجودة مثل ما ذكرنا فنأمل هذا مشروع ومشاريع أخرى لأن المنطقة المنكوبة وبحاجة لاهتمام أكبر بقطاع التعليم ونحن رهاننا على هؤلاء الطلاب على هذا الجيل لحتى نبني المستقبل إن شاء الله معهم إن شاء الله أستاذ رعاد ختاما ما المناهج المستخدمة وهل هذه العملية التعليمية ككل تؤهل الطلاب للانتقال إلى الامتحانات ومن ثم إلى صف أعلى حقيقة نحن كان المطلوب مننا أن نكون مرنين جدا في موضوع المناج ولذلك نحن نضع خطة كاملة مباشرة للمشروع ككل وأيضا لدينا خطة أسبوعية وخطة يومية تتعلق مثلا بتعلم الحروف والكلمات وقراءة الجمل بالنسبة للقراعة أيضا حساب المبادئ الأساسية للحساب وأيضا العلوم التعرف إلى محيط الطفل بشكل إيجابي وطبعا هذه الأمور هي موجودة ضمن المناهج ولكن اخترنا أن يكون في مرونة بهذا الأمر اللي هي المعلومات الأساسية في القراءة والحساب والعلوم شي جميل لكن نتمنى فعلا يكون في منهاج موحد واستمرارية وفعلا هذا المنهاج يكون موجود بكل المحافظات السورية وخول الطالب في حال نجح للصف الثالث الرابع أنه يقدم بعد التاسع بعد البكالوريا حتى ما تروح سنينه على الفاضي ولكن أكيد جهودكم جميلة أنه شما ينقطعوا للطلاب عن المعرفة والتعليم حتى لو كانت بأسليب بسيطة وبأسليب مرنية رعد العبد مسؤول التعليم منظمة أورانج كنت معنا من جنديرس بدي أتشكر كتير نهارك سايت شكرا كتير